الترتيبات الرسمية في سوريا تجري وكأن لا شيء يعرقل قطار الانتخابات الرئاسية الذي انطلق إلى تلاتي حزيران الرئيس الأسد أصدر مرسوما بتعيين اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات والترشيحات مستمرة فبعد ماهر الحجار حسام عبدالله النوري يترشح للرئاسة التلفزيون السوري أوضح أن النوري هو عضو في مجلس الشعب شغل منصب وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية ويرأس تشكيلا من تشكيلات المعارضة السورية في الداخل وفيما ينتظر أن يترشح الأسد قريبا نبشت له المعارضة من قانون الترشح الذي قالت إنه حاكه على قياسه مادة تحول دون ترشحه فبحسب القانون على المرشح أن لا يكون متزوجا من غير سوريا وأسماء زوجة الأسد تحمل جنسية بريطانية لم تسقطها عنها كما تقول المعارضة وتلفت إلى أن القانون السوري ينص على أن المواطن يفقد جنسيته السورية إذا حمل جنسية أخرى وعلى قانون الترشح تتابع المعارضة هجومها انطلاقا من غالبية بنوده التي تضمن الفوز للأسد كما تقول وأهمها أن يكون المرشح أقام في سوريا بشكل متواصل خلال الأعوام العشر الماضية أن يكون طالب الترشيح حاصلا على تأييد خطي من 35 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب أن يكون المرشح غير محكوم بجناية وعلى هذه البنود تعلق المعارضة أن غالبية أركانها إما مبعدون وإما صدرت بحقهم أحكام صورية اتهم فيها بالخيانة العظمى وتسأل إن كان على المرشح أن لا يكون محكوما بجناية فهل الأسد بريء من قتل مئات الآلاف من السوريين؟